لما اللعيب الكيرفي ينزل بعد ثلاث سنين متواصل سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي وحصد كل البطلات طبيعي إن الكيرفي ينزل لكن هنا جمهور النادي الأهلي الواعي اللي يقف وراء إدارته ويقف وراء لعبية هي هي نفس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل الناس اللي موجودة معاه ناس مخلصة للنادي الأهلي ناس دايماً مخليانا كأهلوية راسنا في السماء في كل الأضاء اللي بيدخلوا فيها آه ممكن ما ينجحوش في حاجة واحدة هي السب والتطاول والشتيمة ما ينجحوش فيها لكن في أي موضوع تاني بينجحوا في النادي الأهلي سواء في ملف تجديد لعيبة شوف النهار دا أنت كأهلوي لما بتقعد يبقى عندك لعيب مش عايز يجددلك بيتقلوا دقيقة ودقيقتين وترد علينا هو ده إدارة النادي الأهلي ما يطلعش هنا في إعلامنا مزيع أو أي إعلامي والنبي يا ابن علشان خطرنا والنبي يا ابن طب نبوس إيدك عشان تجدد لنا ما فيش اللي أهلاوي دايماً راسه فوق ده جاي من الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولعيبة النادي الأهلي اللي فرحتنا كتير فعلشان كده ده الوقت اللي احنا لازم نقف فيك إعلام النادي الأهلي سواء على السوشيال ميديا أو هنا في قناة الأهلي أو في كل وسائل الإعلام للنادي الأهلي أو صفحة الأهلي الرسمية وبرضو نوقف مع المدير الفني بتاعنا ريكاردو اللي من أول يوم شفنا الحملات عليه لازم نبقى وعيين عارفين إن في حملات مأجورة بيدفع لها فلوس كتير جداً علشان تكسر فرموز النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والمدير الفني للنادي الأهلي الأهلاوي الواعي لازم يعي كل ده ودايماً دايماً واقف في ظهر لعبته وفي الآخر كلنا ثقة في لعيب النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر